عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحروف ومتلازمين إلى يوم الدين أما بعد طبعا بنهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري وجميع المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها بحلول شهر رمضان المبارك كل عام والجميع بخير إن شاء الله ونتمنى من الله أن يعيده علينا بالخير والبركات أما بعد هنتكلم النهاردة عن شهر رمضان العظيم وفريضة الصيام ربنا سبحانه وتعالى فرض الصيام على المسلمين وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الصيام في شهر شعبان وكان في السنة الثانية من الهجرة وصام صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بصيام هذا الشهر الكريم طبعا نزلت آيات في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وطبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا فالصيام رمضان هو هدية الله إلى أمة الإسلام ربنا سبحانه وتعالى جعل العبادات تتوانى يعني العبادة مثلا ممكن تكون في العمر مرة واحدة زي الحج أو ممكن تكون مثلا يوميا مثل الصلاة وبعدين ممكن بقى سبحان الله في عبادة بتأتي من السنة للسنة وهي صيام شهر رمضان كل العبادات جاءت خاطبة الإنسان بوقته خاطبته بماله أما أن تأتي فريضة تخاطب الإنسان ككيان وكروح وجسد كان شهر رمضان الشهر من العظمة بتاعته والجمال اللي فيه إن ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الإنسان لا يمتنع عن الحرام فقط بل إنه يمتنع عن الحلال فالزوجة حلال ومع ذلك هي محرمة في نهار رمضان من آزان الفجر إلى آزان المغرب وتصبح حلالا بعد ذلك لكي يبتعد الإنسان من باب أولى عن النساء في الحرام والطعام والمال يتعب فيه الإنسان ولكنه محرم عليه من آزان الفجر إلى آزان المغرب ويأكل ويشرب بعد ذلك لماذا يا رب؟ قال لك أريد من الإنسان أن يكون عبدا ملائكيا ربانيا لا عبدا شهوانيا فعطلت الشهوة في الإنسان وسمت روح وكان شهر رمضان هدية الله إلى أمة الإسلام طيب الصيام بالشكل بتاعه اللي موجود ده سبحان الله ربنا جعل فيه حكم جميلة جدا وعظيمة جدا أولا هو بيسم بالإنسان فبيخليه تغفى عن شهوتين البطن والفرج من قبيل طلوع الفجر إلى آزان المغرب وبعدين الإنسان وهو صايم تحس كده أنه هو إنسان تاني فتلاقي لا يغلط ولا يتكلم ولا يجيب في سريل حد هو يمسك كتاب الله يقرأ القرآن الكريم وإما في الصلاة إما في قراءة القرآن أو طبعا كتاب الله العظيم فالإنسان حتى بيوت المسلمين كلها تحس أن هي أشبه بالمساجد الإنسان سبحان الله في هذا الشهر يرتقي فكانت فريضة الصيام الصيام تكتب على كل الأمم السابقة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولكن أن يكون بهذه الكيفية وشهر بالكامل فهو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وربنا جعلوا الشهر متواني يعني مثلا سلاسين يوما أو تسع وعشرين يوما وشهر رمضان ليس من الأشهر الحرم العرب زمان ما كانتش بتعظم أو زي الأشهر الحرم أو بتحضم في القتال لكن الوحيد الذي كان يأتي في هذا الشهر ويحب أن يخلو إلى نفسه كان النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم لذلك نزل عليه القرآن جملة واحدة في شهر رمضان طبعا في ليلة القر وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه إنا أنزلناه في ليلة القر وقال لك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهو الشهر الوحيد الذي ذكر بين الأشهر أنه طبعا شهر باسمه شهر رمضان ترتيب شهر رمضان لما تبصره كده بين الأشهر ترتيبه التاسع في الشهور الهجرية ترتيبه التاسع بيأتي طبعا بعده شوال وبيأتي ذو القرآن أو ذو الحجة يعني هو ترتيبه التاسع وكأن الله تبارك وتعالى أراد في شهر الصيام أن يكون فرض لأن الجميع يعبدوا فرضا وواحدا وأحد وهو الله ويصوم لله وتلاقي العبادة دي الكل بيلتزم بيها والإنسان في الصيام كده سبحان الله يعني أيا كان بقى الموقع بتاعه أو المكان بتاعه أو الغنى بتاعه أو الموقف بتاعه الله تبارك وتعالى أراد أن يأموا الجميع بالصيام فامتثلوا لأوامر الله تعطلت الشهوة وعلت الروح فأصبح الإنسان ملائكيا أصبح الإنسان عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شوف فيه إيه تاني بعد التعبير العظيم ده هدى للناس وكلمة للناس يمكن فيه ناس طول عمرها مثلا بيكون عندها أمراض أو بطن صعبة شوية بيجر رمضان بيعالج الحاجات دي فيه واحد مثلا بتبقى أخلاقه يعني غير سوية بتلاقي في شهر رمضان أخلاقه بيت عالية جدا فيه بعض النساء غير محجبات بتتحجب في رمضان طب احنا عايزين ناخد منه حكمة أن الذي يحاسب العباد ليس رمضان ولا شعبان ولا شهور ولا أيام وإنما الذي يحاسب العباد هو الله لذلك بيسأل أحد العلماء واحد بيسأله يا إمام أشعبان أفضل أمر رمضان قال له لا تكن شعبانيا ولا تكن رمضانيا ولكن كن عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون فعايز أقول للجميع طبعا الشهر العظيم ده ربنا صحة على جعله خير جعله شهر تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان وتنزل فيه رحمات عارف لما بيكون فيه يعني سوء كده ولا أكازيون ولا خير بيجي في وقت للتاني ربنا عايز يقولك أنا جعلت لك شهر الشهر دوت من 12 شهر شهر واحد بس للصيام والشهر دوت فيه رحمات النبي عليه الصلاة والسلام بيصعد المنبر وبعدين يقول آمين يصعد ضاجة ثانية ويقول آمين والثالثة ويقول آمين فيسأله الصحابة يا رسول الله قلت آمين ثلاث مرات فقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال يا محمد خاب وخسر عبد أضغك أحد أبويه أو كلاهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة فقل آمين فقلت آمين فقال يا محمد خاب وخسر عبد أضرق رمضان ولم يغفر له فقل آمين فقلت آمين فقال يا محمد خاب وخسر عبد زكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين عليه الصلاة والسلام الإمام ابن القيم بيقول يعني كلمة من أجمل ما يكون يقول لك أهل القبور عندما يسألون ماذا تتمنون يقولون نتمنى يوما واحدا من أيام رمضان شوف الأيام ديت اللي ربنا بيغفر فيها للعباد وبيعطيك من النرام وبينزل أرحمات ويقولك للصائم عند فطره دعوة لا ترد وانت صائم كنا الله تبارك وتعالى يباهي الملائكة فيقول للملائكة هؤلاء عبادي شققت أفواههم وطبعا والحناجر أصبحت عطشة والقلوب أشهدكم يا ملائكتي أني قضافرت لهم طب هو ربنا صحة تعالى محتاجة يشاهد حد الملائكة أو يره ده ربنا بيباهي الملائكة بيباهي عباد الصائمين وبيشاهد عليهم الملائكة لذلك الإنسان هو صائم للصائم عند فطره دعوة لا ترد يدعو ويقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجوء إن شاء الله دعوة الصائم لا ترد لأنه صام لله تبارك وتعالى هذه الفريضة هي هدية الله إلى أمة الإسلام فعلا من أعظم وأجمل الفرائد سبحان الله كده تحس الإنسان فيها وكأنه ملائكيا وكأنه يعيش في روحانيات مع الله ترجع للبداية خالص ربنا ما خلق الملائكة خلقهم طبعا فيهم طبعا العبادة والطاعة وليس فيهم الشهوة وخلق النوع الآخر حيوانات فيهم الشهوة وليس فيهم العبادة خلق خلق جمع بين الإثنين فكان الإنسان فيه جسدا شهوانيا وفيه روحا ربانية فجاء الصيام ليحد من الشهوة بل يحجمها ولا يحجمها عن الحرام بل يحجمها أيضا عن الحلال فتصبح الزوجة وهي حلال محرمة إلى أزان المغرب ويصبح الطعام والشراب والمال وهو حلال محرم إلى أزان المغرب وبعد كده يبقى حلال يعني الحرمة ليست فيه في ذاته فربنا سبحانه وتعالى يباهي الملائكة وهذا الشهر ايه وعا تفتكر يعني عد عليك كم رمضان تعيس عبد أضاك رمضان ولم يغفل له يعني الإنسان لما بيكون عنده حاجة زيادة كده ولا فويد ولا حاجة جياله مثلا بيفرح فما بالك بالحسنات مع الله فما بالك بالخير مع الله ألا وأن لله في دهر أيامكم لنفحات ألا فتعرضوا لها فما بالك بالنفحات دي لما تكون من ربنا سبحانه وتعالى ومن شهر عظيم هو شهر رمضان النبي عليه الصلاة والسلام فرض الصيام سنة اتنين هجريا وصام تسع رمضانات صلوات الله وسلامه عليه هحكي لك قصة عشان أبين لك الصيام الحجاج ابن يوسف طبعا الحاكم والي العراق المعروف كان ما بيكلش لما بيبقى معه أي حد ففي إحدى الأيام كده يعني بس ما كانش فهم الله إن كان في أيام تانية قال يعني هاتو أي حد يتغدى معايا غير العمال اللي معايا أو غير الجنود طبعا رجاله يعني فذهبوا فوجدوا ولا ضرع غنم قالوا له تعالى إن الأمير يطلبك يعني الحاكم أو الوالي عايزك فذهب إليه وقال السلام عليكم فرض الحجاج وقال وعليكم السلام قال له أعدوا اتغدى معايا الأكل كويس تعالى اتغدى قال له دعاني من هو خير منك قال ومن قال الله دعاني إلى الصيام فأنا صائم فقال له إن اليوم حر اليوم حر قال صمت ليوم أشد منه حرام زي الصيام اللي احنا بنصومه كده بنصومه عشان ربنا نجيك يوم القيامة صمت ليوم أشد منه حرام قال له طيب يعني طب افطأ وعوض فيهم تاني قال له لا لم تضمن لي إلى الغد وطاقه وانصرف فالإنسان يعمل إيه طبعا يكون مع ربنا سبحانه وتعالى ويعرف إن الصيام دوت هو اختبار من الله وهو ابتلاء من الله بيشوفك انت هتعمل إيه فانت بالصوم وبالصوم لله تبارك وتعالى كل العبادات كان فيها يعني المواجهة ممكن مثلا واحد يصلي فالناس يشوفه بيصلي بيحج فالناس بتشوفه بيحج وبيباركوله كمان وبيقوله الزكاة بتشوفك وانت بتخرج الزكاة لكن جعلت عبادة فيها السر بين الإنسان وبين الله فكان الصيام ممكن الإنسان يأكل ويشرب من غمى حد يشوفه ويخرج للناس ويقول اني مثلا صائم او انا يعني مفترضش او انا صائم لذلك ربنا قالك كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يعني كل الأعمال كل الأعمال لله الصلاة لله والزكاة لله والحج لله وكل شيء لله طب يا ربي بتقول كده لي قالك انا بقولك الجيزة بتاعتك عندي وثواب بتاعتك عندي كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به الصائمين لما بيصوموا كده الملائكة بتكتب أسماء الصائمين لكن لا تكتب السواب تطرق السواب والأجرى إلى الله تبارك وتعالى ولما ربنا سبحانه وتعالى جعل أبواب الجنة ثمانية جعل منهم باب يسمى باب ريان ريان ديت يعني ري وعليها ألف ونون زيادة ليه يا ربي قالك در ري الشديد يعني الواحد يشرب مره لما يعد من الباب ده ويدخل من باب ريان من مرى فيه لا يضمأ بعدها أبدا عشان أنت كنت بتعتش في رمضان فربنا يجعل لك الباب دوت فيه رأي شديد فسمي باب ريان وأصبح باب من أبواب الجنة للصيام وسمي باب ريان هقولك على حاجات وأحكام جميلة جدا بتقابلنا بعضه في الصيام طبعا يعني أولا نحن سعداء طبعا بالقناة وبكل القائمين بيها كنا مفهود نقدم لهم الشوكة في البداية ولكن الشوكة موصول مجهود طبعا يذكر فيشكر تعالى بقى لأحكام الصيام اللي هي موجودة عشان دي بتقابلنا أول حاجة الإنسان لو كل ويشرب وهو ناسي فليتم الصيام بتاعه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقا يعني أنا مثلا قمت الصبح بالذات في أول الأيام الواحد بيبقى ناسي شوية إنه هو كان صايم ولا حاجة وكان بيفطر زي الأول فيشرب مية يفطر ياخد لقمة أي حاجة ده بيكمل الصيام بتاعه بس بيمسك مش يفتكر بقى ويكمل لا خلاص افتكر أو يعرف إنه هو في الصيام بيمتنع عن ذلك طيب اللقمة اللي موجودة دي بيكملها أو لو يقدر يخراجها من غير ما تأذين طيب ده اللي أكل وشرب ناسي صيامه صحيح الحؤن اللي بياخد الحؤن الحؤن لا تفطر الحؤن اللي الإنسان بياخدها لا تفطر طبعا الحؤن طبعا المغزية اللي بتوصل إلى المعدة واللي بتعمل أشياء دي تفطر لكن الحؤن بجميع أنواعها ما عدا الحؤن المغزية وما عدا طبعا الكمامات اللي بتنزل الشغز دوت اللي بيخش المعدة دوت يفطر أي حاجة بتوصل إلى الجوف وبتوصل للإنسان دي بتفطر بتوضع وغصبا عني جات نقطة مية بتحصل كتير معانا ديت لا تفطر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه والله تبارك وتعالى يقول ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا طيب الإنسان في الصيام اثقايا أو استفرغ أو رجع لو رجع أو استفرغ باختياره يعني مثلا هو اللي حط ييده في صباعه كده ورجع دوت يفطر لكن لو غلب القيء قصبا عنه يعني رجع وغلبته المعدة والبطن وكده هذا لا يفطر يبقى ديت بعض الأحكام اللي عرفناها الإنسان اللي هو مسافر المسافات اللي هي موجودة بتاعتنا بقت البسيطة ديت ديت لا تفطر كان زمان الصفر بياخد أيام إن الصفر كان بيبقى على الجمال أو على الدواب فمسافة مثلا 100 كيلو أو حاجة قد تفطر دلوقتي مسافة 100 كيلو أنت بتاخدها في نصف ساعة بتاخدها في ساعة اللي هوب من ضمن الأشياء أيضا التي توجب الفطر المرأة إذا نزلت عليها العادة الشهرية وجب عليها أن تفطر في الحال لأن الصيام عبادة ويجب فيها الطهارة وطبعا لو الدم نزل عليها لو قبل المغرب حتى بدقيقة واحدة تفطر وبتعوض الأيام ديت بعد كده متفارقة مش شاطر تتابع لها تعوضها طبعا متفارقة وفي أيام أخر إن شاء الله المرأة اللي بترضع تفطر إلا إذا كان ممكن مثلا الرضيع دوت ما قصاش عليه الصيام والمرأة أيضا الحامل تفطر وكل ده بيرجع فيه للطبيب لو قلتها تفطر عشان الجو وعشان الغذاء اللي موجود لأن طبعا الإنسان ما بيكون فرضاعة أو المرأة في الحامل أو فرضاعة مش في حكم نفسها في روح أخرى طبعا هي ملتزمة بيها فما تقضاش إن هي طبعا تقولك لا أنا هكمل الصيام لا ربنا سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى فرائده أو تؤتى عزائمه يعني ربنا سبحانه وتعالى حتى الفرائد نزل فيها رخص ونزل فيها رحمة طيب المريض اللي عنده مرض المرض دوت بياخد منه علاج يفطر ويعوض الأيام ديت في أيام تانية وطبعا إيه إذا كان المرض دوت مرض مزمن ليس له علاج ومعاله عمر كله أو ماذا الحياة بيعمل بيفطر وعن كل يوم بيطلع فدية الفدية ديت بيأكل مسكين طب هو شرط إن كل يوم يطلع على المسكين ده لا مش شرط بس طبعا دي بيبقى دين فرقابته قدر يوميا يطلع يكون أفضل عشان طبعا ديت الأمور اللي هي بتحدث وطبعا الصيام إن كان فيه مشقة يعني فرضنا إن احنا في الطريق أو في العمل ولقينا واحد من زملائنا أو في الطريق دوت وهو موجود كده لقينا أغم عليه ده واجب علينا جميعا إن احنا نجيب له الماء أو الماء ونحطه حتى في الفم لأن روح الإنسان مقدمة على كل شيء وحفظ حياة الإنسان مقدمة على كل شيء وطبعا الإنسان ما يحملش نفسه بالمشقة لأن الله تبارك وتعالى لا يحمل الإنسان إلا بقدر ما يستطيع ربنا يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولم يكلف الله الإنسان أو المكلف إلا بقدر المستطاع وبقدر ما يتحمل الإنسان دي بعض الأحكام للصيام طيب الإنسان لو هو في رمضان مثلا وكل أو شرب وافتكر إن الفجر دي لسه ما أزنش والفجر كان أزن يبقى هو هنا بيجب علي إنه هو يعيد اليوم دو طب لو كل وشرب وفاكر إن الشمس غربت واليوم خلص وكان لسه اليوم لم يغرب وطبعا الشمس كان لسه طبعا إيه موجودة ده بيجب علي إعادة اليوم طب يا ربي الفرق إيه بينه وبين اللي هو ناسي قال لك ده كان في صيام ومفريضة واجب علي إنه هو يتحضى الوقت للإفطار والوقت للصيام وعشان كده سبحان الله الإنسان المفروض وهو صايم كده يبقى عارف المعادة بتاع الإفطار وعارف المعادة بتاع الإفطار كان في خطأ موجود زمان ويمكن أهلنا أو إحنا عيشنا عليه كتير كان يقولك ما تاكلش أو تشهب ألا لما المؤذن يتشاهد في المغرب لا أنت بتأكل وتشهب مع كلمة الله أكبر في الآزام فكلمة الله أكبر هو إذن وآزام من الله المؤذن بيقول الله أكبر تفتر وطبعا إيه مش شرط أن تستنى ما يتشاهد في آزان الفجر تمسك قبل الآزان لأن آزان الفجر جزء من الوقت طيب أنا كنت بشرب حاجة والفجر قال الله أكبر يعني ربنا طبعا يتجاوز عنها إن شاء الله لكن أنت بتعمل احتياطك وبتبقى طبعا قبل ما المؤذن يقول الله أكبر لأن الابتهلات بتاعت الفجر مرة واحدة كده بتلاقي المؤذن قال الله أكبر وخد بالك أنت ملكش دعوة لاب مدفع الإمساك ولاب مدفع الإفطار أنت بتمشي في الوقت الحالي مع آزان المغرب طبعا لأن ده اللي بيبين المعاد وبتمشي برضه مع آزان الفجر اللي بيبين الإمساك في آزان ساعات بيجي كده قبل الفجر ده أنت كل وشرب ما فيش فيه حاجة خالص لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لهم يعني مثلا إيه يؤذن كان بينادي كده وبيقول طبعا بينبه الناس أن فيه صيام وكده وبتاع فكله وشربه حتى يؤذن بلال لما بلال يجي الأزان بتاعه اللي هو طبعا إيه أزان الفجر فأزان التنبيه ده ما بيجيبش طبعا إيه بيخل الإنسان يمسك ولا حاجة لأبي كان من لغاية أزان الفجر الصيام شوف فيه ناس بيعد عليها رمضان وبترجع تندم بعد كده ربنا جعل فيه الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الشهر 30 يوم أو 29 والقرآن الكريم 30 جزء أنت ممكن عشان يبقى سهل عليك أنك تختم القرآن في شهر رمضان بإذن الله بتبدأ كل يوم تقرأ جزء لو قدرت تزود أكتر وتقرأ جزئين كمان في كل يوم يبقى كويس يبقى بتختم القرآن مرطين لأن كل شيء في هذا الشهر مضاعف وكل شيء في هذا الشهر استواف زيادة لأن هذا يعني موسم التجارة مع الله ربنا سبحانه وتعالى بيمد إيده للعباد يوميا وليلا يمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويمد يده في شهر رمضان ليتوب مسيء العام اللي كان طول السنة بيعمل معاصي ربنا بيمد لك إيدي رحمة وبيمد لك المغفرة في شهر رمضان بتضيح عليه موسم تجارة مع الله الله ينادي علينا وهو غني عننا وشهر رمضان فيه ليلة بتوزع فيها الأرزاق ويوزع فيها رحمات ويوزع فيها المغفرة وهي ليلة القدر ربنا سبحانه وتعالى أسم وزع الأرزاق أكثر من مرة وزعت الأرزاق للإنسان والأجل والعمر قبل أن يخلق ويجيء إلى الدنيا بخمسين ألف سنة قدر الله ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وتوزع الأرزاق يوميا في صلاة الفجر وتوزع سنويا في ليلة القدر ربنا سبحانه وتعالى بقول إيه في القرآن الكريم في صورة الدخام فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة ما ربك فما تضيعش الخير اللي ربنا جابهو لك ويمكن فرصة أن احنا بتتكلموا الحلقة تزعف أول يوم في أمهرام عشان يبقى الشهر معاك من أوله ما تضيعش أي حاجة وأي إهمال تم خد بالك في ناس كتير تابت في رمضان في ناس كتير اتحجبت في رمضان في ناس كتير أقلعت عن الزنوب سبحان الله وعايز أقول للجميع الشهر دوت شهر عظيم ربنا سبحانه وتعالى جعله موسى يتكلم مع الله فيقول يا ربي إني أجد في الألواح أمة مذنبة ورب غفور فاجعلها يا ربي أمتي قال هي أمة أحمد ادخلها الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال موسى يا ربي إني أجد في الألواح أمة تصوم شهر رمضان وتحق البيت الحرام فتضع عنهم إصاهم والأغلال التي كانت عليهم فاجعلها يا ربي أمتي قال هي أمة أحمد فالله تبارك وتعالى اختار هذه الأمة شهر رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين يا أرحم الراحمين هذا وبالله التوفيق اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحة وسلم عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي هذه عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي وعشقت عيني حروف المصحف وفؤادي